بالمناسبة يمكن كمان من شوية اتحاد مش اتحاد الكورة ربطة الاندية خلاص الاسبوع الثاني على الابواب بنتكلم في بكرة او بعض بكثير فربط الاندية خادت عقوبات الاسبوع الاول هيكون معنا العقوبات التي صدرت منذ قليل من ربطة الاندية ولكن وقدامكم على الشاشة اصدرت ربطة الاندية عقوبات الجولة الاولى تبقى للايحة المسابقة ولايحة المخالفات والعقوبات ما اتشي الجيش والمصري ايقاف اسلام السعيد يعني لاعب المصري مباراتين وغرامة خمس تلاف جنيه مطش الزمالك والبنك الاهلي اقاف طريق مصطفى المدير الفن البنك الاهلي مباراة وتوجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية قيمتها خمستاشر ألف جنيه الإسماعيل والمحلة اقاف عبد الرحيم مصطفى لاعب المحلة لمدة مباراة وتوقيع وقومة مالية خمس تلاف جنيه مع تطبيق المادة ربعة وخمسين من لاحة المسابقات الخاصة بحالات الانزارات على جهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين اوكي بس انا كنت انتظر من ربطة الاندية النهاردة ويهو بتطلع العقوبات بتاعتها تدخل في الملف المتعلق بمحادثات الفار ده دور مهم جدا للربطة الاندية انا عارف ان ملف التحكيم مش مع الربطة مع الاتحاد بس الربطة النهاردة كان لها دور انها تبرز ان الحدث الابرس في الجولة الاولى محادثات الفار رتكت النهاردة لازم يكون لها قرار في الجزئية دي وتطلب للاتحاد على قل نشر محادسة الفار ولكن ده ما حصلش